اشتركوا في القناة التعرف على الصيغة العامة للدالة النسبية تمثيل الدالة النسبية بيانياً بالاعتماد على التحويلات الهندسية الدالة النسبية وخصائصها اذكر عزيزي الطالب مثالاً على دالة درستها سابقاً أحسنت دوال كثيرات الحدود وماذا أيضاً؟ دالة القيمة المطلقة دالة الجذر أحسنت وماذا درست أيضاً؟ ممتاز دالة المقلوب والتي تسمى أيضاً الدالة النسبية حيث الدالة النسبية هي دالة تربط كل عدد حقيقي غير صفري بمقلوبه لدراسة خصائص الدالة النسبية f of x equals 1 over x دعونا نمثلها بيانياً ماذا تحتاج عزيزي الطالب لتمثيل الدالة بيانياً؟ أحسنت ستحتاج إلى إنشاء جدولاً للقيم قم باختيار قيمة لـ x وبتعويض negative 3 في f of x ماذا ينتج؟ أحسنت negative 1 over 3 وبتعويض negative 2 ينتج negative half استمر عزيزي الطالب بالتعويض وعند تعويض 0 في الدالة f of x ماذا ينتج؟ أحسنت أحسنت 1 over 0 وهي قيمة غير معرفة إذن دالت f of x ليست معرفة عندما x equals 0 والآن استمر بتعويض باقي قيم x قارن عزيزي الطالب بين قيم x وقيم y ماذا تلاحظ؟ أحسنت لاحظت أن 3 ارتبطت بمقلوبها 1 over 3 و2 ارتبطت بمقلوبها 1 over 2 إذن فقد وجدت أن جميع قيم x غير الصفرية ارتبطت بمقلوباتها وهذا هو تعريف الدالة النسبية حيث ارتبط كل عدد حقيقي غير صفي بمقلوبه والآن لتمثيل الدالة بيانياً ماذا ستفعل؟ أحسنت ستقوم بتعيين الزوج المرتب negative 3 negative 1 over 3 وقم بتعيين الزوج المرتب negative 2 negative half وهكذا لجميع الأزواج المرتبة الآن عزيزي الطالب مثل الدالة بيانياً دعونا نستنتج خصائص الدالة النسبية f of x equals 1 over x ما هو مجالها؟ أحسنت لاحظت أن قيم x غير معرفة عند الزيرو إذن مجالها الفترة المفتوحة من negative infinity إلى 0 اتحاد الفترة المفتوحة من 0 إلى infinity وما هو مدها؟ أحسنت لاحظت أيضاً أن المدى غير معرفة عندما x equals 0 إذن مدها الفترة المفتوحة من negative infinity إلى 0 اتحاد الفترة المفتوحة من 0 إلى infinity ويا ترى عزيزي الطالب هل الدالة f of x متزايدة أو متناقصة؟ لاحظت أنه كلما تزايدت قيم x فإن قيم y تتناقص إذن دالة f of x متناقصة لكل قيم x في مجالها وإذا كان لديك الزوج المرتب half two وقمت بضرب الإحداث x بnegative ماذا يحدث للإحداث y؟ أحسنت أصبح الزوج المرتب negative half negative two جرب في زوج آخر إذا قمت بضرب الإحداث x بnegative ماذا يحدث للإحداث y؟ أحسنت أصبح الزوج المرتب negative one negative one وستجد أن ذلك ينطبق لجميع قيم X أي أنه F of negative X equals negative F of X وماذا يعني ذلك؟ أحسنت وذلك يعني أن الدالة متناظرة حول نقطة الأصل أي أنها دالة فردية ويا ترى عزيز الطالب هل يوجد للمنحنة قيم قصوى سواء صغرى أو عظمى؟ لا يوجد للدالة قيم قصوى وهل يوجد للدالة خطوط تقارب رأسية؟ أحسنت يوجد هنا خط تقارب رأسي ما هي معادلته؟ معادلته X equals zero لاحظ كيف أن المجال غير معرف عند X equals zero وهل يوجد خطوط تقارب أفقية؟ أحسنت نعم يوجد وما هي معادلته؟ خط التقارب الأفقي Y equals zero لاحظ أيضا أن المدى غير معرف عند الزير الآن دعونا ندرس السلوك الطرفي سنقوم بدراسة السلوك الطرفي للدالة المحاذي لمحور X يا ترى ماذا يحدث لقيم المنحنة عندما تقترب X من infinity؟ لاحظ عزيزي الطالب كيف أن قيم المنحنة تقترب من؟ أحسنت من محور X إذن تقترب من ماذا؟ ممتاز تقترب من zero إذن نعبر عن السلوك الطرفي هنا بلمت F of X عندما X تقول إلى infinity equals zero والآن دعونا ندرس الطرف الآخر ماذا يحدث لقيم المنحنة عندما X تقترب من negative infinity؟ لاحظ عزيزي الطالب أحسنت لاحظت أن قيم المنحنة تقترب أيضا من محور X إذن تقترب من ماذا؟ من zero أيضا أحسنتم إذن limit F of X عندما X تقول إلى negative infinity equals zero F of X equals 1 over X هي الدالة الرئيسة وسوف نتعرف الآن على F of X equals A over X minus H plus K وهي الصيغة العامة للدالة النسبية حيث A و H و K هي أعداد حقيقية دعونا أعزائي الطلاب نستنتج تأثير هذه المتغيرات على منحنة F of X لنبدأ أولا بالمتغير A يا ترى ماذا سيحدث لقيم المنحنة عندما نقوم بضرب المخرجات بFOR؟ لتسهل عليك المقارنة قارن بين النقطة 1-1 على منحنة الدالة الرئيسة والنقطة 1-FOR ماذا تلاحظ؟ أحسنت تلاحظ أننا قمنا بضرب المخرجات Y بFOR 1-TIME-FOR-FOR مع ثبات الإحداث X لاحظ مثلاً negative 1-1 أصبحت negative 1-FOR أي أننا ضربنا negative 1 بFOR أي أنك قمت بضرب المخرجات Y بالمعامل FOR وذلك ينطبق على جميع قيم المنحنة لاحظ عزيزي الطالب كيف ابتعد المنحنة رأسياً عن محور X؟ كيف بإمكانك أن تصف هذا التحويل؟ أحسنت تمدد رأسي بمعامل مقداره 4 لاحظ أن معامل التمدد الرأسي A greater than 1 ويا ترى ماذا سيحدث للمنحنة إذا قمنا بضرب المخرجات بHALF؟ لاحظ عزيزي الطالب النقطة 1-1 على منحنة الدالة الرئيسة النقطة 1-HALF ماذا حدث؟ أحسنت قمت بضرب Y بHALF مع ثبات قيم X لاحظ أيضاً هنا النقطة negative 1-1 ماذا أصبحت؟ أحسنت negative 1-HALF إذن قمنا بضرب الإحداث Y بHALF وذلك ينطبق على جميع قيم المنحنة لاحظ عزيزي الطالب كيف أن المنحنة تضيق رأسياً باتجاه محور X صف هذا التحويل عزيزي الطالب أحسنت تضيق رأسي بالمعامل HALF ولاحظ كيف أن معامل التضيق الرأسي محصور بين 0 و 1 دعونا الآن ندرس تأثير المتغير H يا ترى ماذا سيحدث للمنحنة إذا قمنا بإضافة 3 إلى المدخلات؟ أحسنت أزيح المنحنة إلى اليسار بمقدار 3 وحدات راقب ماذا حدث للنقطة 1-1 أحسنت أزيحت بمقدار 3 وحدات إلى اليسار أي إحداثي الذي وقع عليه تأثير الإزاحة الأفقية؟ أحسنت الإحداثي X حيث قمنا بطرح 3 من الإحداث X مع ثبات الإحداث Y وذلك صحيح لجميع قيم المنحنة كيف تصف هذا التحويل؟ أحسنت إزاحة أفقية نحو اليسار بمقدار 3 وحدات لاحظ عزيزي الطالب عند إضافة H تحرك المنحنة إزاحة أفقية نحو اليسار وكيف أصبحت معادلة خط التقارب الرأسي؟ أحسنت X equals negative 3 والمجال R باستثناء negative 3 في حين لو قمت بطرح 3 من المدخلات هذه المرة ماذا سيحدث؟ أحسنت لاحظت في حالة طرح 3 من المدخلات أن المنحنة أزيح إلى اليمين بمقدار 3 وحدات حيث قمنا بإضافة 3 إلى الإحداث X مع ثبات الإحداث Y وذلك صحيح لجميع قيم المنحنة صف هذا التحويل عزيزي الطالب أحسنت إزاحة أفقية نحو اليمين بمقدار 3 وحدات وما هي معادلة خط التقارب الرأسي؟ أحسنت X equals 3 ومجالها R باستثناء 3 لندرس الآن تأثير المتغير K على المنحنة يا ترى ماذا سيحدث للمنحنة؟ إذا قمت بإضافة 2 إلى المخرجات أحسنت لاحظت أن المنحنة قد أزيح إلى الأعلى بمقدار وحدتان لاحظ النقطة 1-1 على الدالة الرئيسة ماذا أصبحت؟ أحسنت أزيحت إلى الأعلى بمقدار وحدتان أي إحداثي الذي وقع عليه تأثير الإزاحة الرأسية؟ الإحداث Y أحسنت لاحظ أننا قمنا بإضافة 2 إلى الإحداث Y مع ثبات قيم X وذلك صحيح على جميع قيم المنحنة كيف تصف هذا التحويل؟ أحسنت إزاحة رأسية نحو الأعلى بمقدار وحدتان وما هي معادلة خط التقارب الأفقي؟ أحسنت Y equals 2 ومداها R باستثناء 2 ويا ترى لو قمت هذه المرة بطرح 2 من المخرجات ماذا سيحدث للمنحنة؟ أحسنت لاحظت في حالة طرح 2 من المخرجات أن المنحنة أزيح نحو الأسفل بمقدار وحدتان لاحظ النقطة 1-1 أصبحت 1-1 أزيحت إلى الأسفل بمقدار وحدتان حيث قمت بطرح 2 من الإحداث Y مع ثبات قيم X وذلك صحيح لجميع قيم المنحنة صف التحويل في هذه الحالة أحسنت إزاحة رأسية نحو الأسفل بمقدار وحدتان وما هي معادلة خط التقارب الأفقي؟ أحسنت Y equals negative 2 ولاحظ كيف أن المنحنة لا يقطع خط التقارب وإنما يقترب منه فقط وما هو المدى؟ أحسنت المدى R باستثناء negative 2 بهذا عزيزي الطالب نكون قد تعرفنا على تأثير هذه المتغيرات حيث A تمثل تمدد أو تضيق رأسي H تمثل إزاحة أفقية و K تمثل إزاحة رأسية المثال الثالث الصفحة الثانية بعد المائتين لتكون الدالة G of X equals 1 over X minus 3 plus 2 A مثل الدالة G بيانياً B أوجد معادلات خطوط التقارب ثم أوجد المجال والمدى للدالة G of X الحل المطلوب الأول هو التمثيل البياني إذن ماذا نحتاج؟ أحسنت تحتاج إلى الرسم البياني للدالة الرئيسة F of X equals 1 over X ولتمثيلها على ماذا سوف تعتمد؟ أحسنت بالاعتماد على الجدول الذي درسناه سابقاً قم بتعيين النقاط تباعاً على المستوى البياني ثم مثل الدالة الرئيسة بيانياً لتمثيل الدالة بيانياً بالاعتماد على التحويلات ما هو التحويل الأول الذي يجب تطبيقه؟ أحسنت الإزاحة الأفقية وماذا يعني؟ negative 3 هنا ذلك يعني أنها إزاحة أفقية نحو اليمين بمقدار ثلاث وحدات أحسنتم ماذا ستفعل الآن؟ أحسنت ستقوم بإضافة 3 إلى المدخلات X ومن ثم ماذا ستفعل؟ أحسنت ستقوم بإزاحة المنحنى وخط التقارب الرأسي إلى اليمين بمقدار ثلاث وحدات والآن كيف تصف التحويل بلاس 2 في المخرجات؟ ممتاز إزاحة رأسية نحو الأعلى بمقدار وحدتين كيف ستمثل ذلك بيانياً؟ أحسنت ستقوم بإضافة 2 ولكن هذه المرة إلى المخرجات Y وبعد ذلك أحسنت ستقوم بإزاحة المنحنى ومحور التقارب الأفقي إلى الأعلى وحدتين ومثل بيانياً المطلوب الثاني معادلات خطوط التقارب والمجال والمدى أين هو خط التقارب الرأسي؟ أحسنت وبمن يتأثر؟ بالإزاحة الرأسية أم بالإزاحة الأفقية؟ ممتاز بالإزاحة الأفقية لاحظ عندما كانت الإزاحة الأفقية نحو اليمين بمقدار ثلاث وحدات كانت معادلة خط التقارب الرأسي هي X equals 3 ومن يتأثر أيضاً بالإزاحة الأفقية؟ لاحظ المجال R باستثناء 3 وأين خط التقارب الأفقي؟ أحسنت ها هو بمن يتأثر؟ بالإزاحة الرأسية أم بالإزاحة الأفقية؟ أحسنت يتأثر بالإزاحة الرأسية لاحظ عندما كانت الإزاحة الرأسية نحو الأعلى بمقدار وحدتين كانت معادلة خط التقارب الأفقي Y equals 2 والمدى؟ أحسنتم R باستثناء 2 حاول أن تحل التمرين السابع الصفحة الثامنة بعد المائتين مثل بيانياً الدالة F of X equals 1 over X minus 2 plus 1 أوجد مجال الدالة ومداها ومعادلات خطوط تقاربها عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك تحقق من صحة الحل إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر